مره تانية برحب بحضراتكم ورحب بضيوفي نجوم الكرة الشراف الأهلي في رمضان بس هتسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا نروح سريعا لأنه زمينا فاروق صلاح مع لقاء مع نجوم النادي الأهلي في مطش النهاردة يوسف سيد عبد الحفيز ويوسف جمال ويوسف بتهقلي هو اللي حط الجون التاني للنادي الأهلي النهاردة جون المكسب والفوز مره تانية معاك يا فاروق ومع ضيوفه بتفضل من جديد بجد التحية بالزميل العزيز أحمد سميرو بكل ضيوفه بكل مشاهدينا مشاهدة متابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان معايا اتنين من نجوم المباراة يوسف سيد عبد الحفيز ويوسف جمال بس قبل ما رح لهم زميلي أحمد عايز اقف عند نقطة مهمة جدا عايز ان احنا نغير ثقافتنا ونظرتنا لنجل لعب كرة القدم يوسف سيد عبد الحفيز هو نجلي طبعا الكابتن سيد عبد الحفيز بتعارف ان دايما نظرتنا بتبقى للأبناء لعب كرة القدم نظرت ان يعني بتبقى الأمور مجاملة شوية لكن خلينا اقول لك ان يوسف هو واحد من نجوم المباراة النهاردة بشهادة كل من تابع اللقاء يعني جاز الفني لعاب الزمالك يعني النهاردة بعد المباراة رحوا يشيدوا بيوسف وتكلموا مع يوسف هو واحد من النجوم اللي لعب مباراة كبيرة النهاردة خلينا رحب به يوسف براحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي يوسف مباراة كبيرة النهاردة بتدل على شخصية لعابة النادي الأهلي يوسف الحمد لله لأول حاجة أحب بشكر كل اللعيبة أده النهاردة رجلي جدا وإحنا برضو متعهدين قبل المطش ان احنا ان شاء الله النهاردة هنطلع بالتلاتة بانت مهما كانت الظروف وورد الظروف برضا تعصرت معنا بس الحمد لله يعني وقفنا مع وعدنا كابتن الزميل العزيز أحمد سمير بيقول هو بالضبط الكابتن سيد عبد الحفيز بشكله وبكلامه بس خلينا أقولك ان هو بقميص هو بالقميص رقم 6 قميص الكابتن سيد عبد الحفيز ولكن هو في توظيفه في الملعب هو بيحب حمد فتحي وتوظيف حمد فتحي أحيي الكلام ده؟ أحيي لو الكابتن أحمد أنا أقال يعني بلعب ابنه في شبه منه بس بلعب ترية تانية خالص بس يعني يا رب أطلع نصه قولي بقى يوسف أنا عارف أن أنت دايماً بتحب حمد فتحي وبتحب المركز 6 أو 8 كلمنا بقى على الأمر ده وأن أنا عارف أنت من المحبين لحمد فتحي طبعاً والسلية أنا ببص عليهم والله وبتعلم النجون دي دي بالنسبة لي كابتن كبار أنا ما وصلتش ربع اللي أسلوله يعني كل يوم برضو بنتعلم منه حاجات جديدة وهو يعني بتوظف برضو بحاول 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 فيه شبه منه مواد يعني زي يوسف إنك نجل الكاتبن سيدعب حفيز أو أنا عايز أتكلم في النقطة دي أكيد يا يوسف أنت تملك القدر الكبير جداً من الشخصية والتعامل إن لعيب لعب كرة القدم لما بيبقى نائب ولعب كرة بيبقى فيه ضغط عليك أنت الأمر ده بتتعامل معه إزاي؟ بيشيلك حملة بالزيادة شايف الأمر ده إزاي؟ أوه أتقال كتير يعني من وانا صغير بس يعني برضو الكلام ده أنا تعودت عليه ويعني بحاول برضو أثبت الناس دي كل يوم عن تاني إن أنا بشتغل على النفسي وبطور من نفسي ويعني بقدم أداء كويس في الملعب والملعب هو اللي بيثبت كل حاجة يوسف عايز أروح بقى ليوسف جمال وقول لي أنت رأيك في الجون اللي جابه وإحنا الشيء الجون ده يعني مركة مسجلة من يوسف جمال تقوله إيه؟ أرى عن نفسي شايفها أرشة بس يعني جابها كعزة مرة في الدوري ويعني بحيي وعمل أداية النهاردة مشتوية الحمد لله يوسف جمال صاحب هدف الانتصار وهدف من أجمل الأهداف يعني من راكلة ركنية يوسف ببريكلك على الهدف ببريكلك على الأداء النهاردة ومبروك على الفوس أول حاجة أحابي بشكر لعيبة وجاذف إنها عالشغل أحابي بشكر لعيبة على الأداء النهاردة رجاء طبعا حضرك عارف إننا نحن المتأخرين واحد صيير الرجاء إننا جيبنا التعادل وجيبنا تجوني مكسب طبعا حابي بشكره مع الروح وعلى الرجلية الليما كانوا فيه أشكر جزفنا على الشغل ده حصاد الشغل ما بيشتغلوا معنا إحنا شغالين وركزنا والحمد لله ربنا كافينا النهاردة بالنسبة للكورنان والجون الحمد لله يفاية توفية طبعا كبير من ربنا بس أنا الجون ده وده أنا جيبته في أقول الموسي والحمد لله وده هو تاني في أخر الموسي في ماتش كبير زو ماتش الزمالك والحمد لله جون مكسب وبرضه في ماتش ريكان جون مكسب فالحمد لله دي أنا اسمعتها من الناس اللي برا كان بيقول وحد دي بيقولي حطها في الجون حطها في الجون فأنا هديت وركزت كده اللي ممكن أحطها في رحطها حطيتها فالحمد لله فاته في كبير من ربنا في رمضان يا راجل يعني هدف من راكلة ركنية وفي رمضان وفي الجون وبالشكل ده قلتوا إيه البعض ما بين الشوتين شفنا تبين في الأداء ما بين الشوتين أولا شوت تاني أنتو كلعبين وأنت كواحد من كباتين الفرقة قلتوا إيه البعض ما بين الشوتين طبعاً إحنا كنا نزلين الشوت الأولاني طبعاً ندخل في ناجون فحدها يعني تحزينا شوية بس إحنا طبعاً رجعنا في المتش إنه ده لازم نركز لازم نرجع المتش ده بتاعنا بإذن الله المتش على الأرض النادي لأهل مديت ناص ما ينفعش لازم نكسب ولازم نركز لغات أخي ديها فالحمد لله فات وفيك برهم ربنا وربنا كرمنا نارد سيفوا بالتوفيق بإذن الله في المباراة اللي جاي الزميل العزيز أحمد سامير ده كان لقانا طبعاً مع تنين من النجوم المباراة يوسف سيد عبد الحفيظ اللي بنقول عليه واحد من المستقبل للقطاع النشئين في النادي لقالي ويوسفف جمال أيضاً واحد من المواهب الموجودة في قطاع النشئين في النادي لقالي مليون مبروك لكل جماهير للنادي لقالي فوز غال الو Hariot لكل اللاعبي قطاع النشئين في النادي لقالي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز أحمد سامير بشكرك جداً زميل العزيز فاروق صلاح عبدالحفيز الصغير يعني صوت وصورة وشكل وكل عاجة ما شاء الله ربنا يبارك فيه وطبعا نجم يوسف جمال اللي حسم المباراة ومناسبة